إلى ذلك أعلنت خلية الأعلام الأمني نجاح خطة زيارة الإمامين العسكريين عليهما السلام في مدينة سامراء وذكرت الخلية في بيان لها أنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة رفضت قيادة عمليات سامراء على مدار ثلاثة أيام المتتالية خطة أمنية كبيرة خاصة بزيارة الإمامين العسكريين وسيد محمد عليهما السلام وأوضح أن ثلاثة عشرة عملية استباقية نفذت في مناطق الحدود الفاصلة مع القيادات الأخرى وأسفرت عن تدمير مضافات وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء وأكدا انتهاء مراسيم الزيارة دون أي حادث يذكر